نجحت جماهير طبعا نادي روما كمان الإيطالي خبر أن طبعا الموهوب الأرجنتيني باولو ديبالا طبعا وهاجم روما الجديد وقال أنه هو تفوق على كريستيانو رونالدو إزاي تفوق على كريستيانو رونالدو طبعا يعني رحل ديبالا في المركاتو السيفي في طبعا المركاتو الحالي لنادي روما في صفقة مجانية بعد طبعا منتهى عقده مع اليوفي وبعد حقبة طويلة جدا في صفوف السيدة العجوز وقرر طبعا خود تجربة جديدة في مسيرته في نادي روما مع طبعا المدرب القدير مورينيو كتبت صحيفة كوريه ديلي سبورت الإيطالية وقالت أن وصول ديبالا الملعب الأولمبيكو دفع مشجيع روما للهتفات أو التهافت على شراء تيشيرت بتاع ديبالا مع فريقه الجديد ويمكن فضل ديبالا ارتداء القميص أو التيشيرت رقم 21 رفض رقم 10 طبعا وهو الرقم الأسطوري لطبعا فرانشيسكو توتي طبعا نجم إيطاليا ونجم روما تور رحلته مع النادي الإيطالي طبعا أشار كمان إلى نجاح ديبالا في التفوق على مبيعات قميص رونالدو في يوم الأول في إيطاليا حضراتكم عارفين انتقال يعني رونالدو من ريال مدريد إلى اليوفينتوس في 2018 اكشفت الصحيفة عن أرقام مبيعات يعني تيشيرتات ديبالا يمكن تخطط بكثير الأرقام اللي حقاها رونالدو بالانتقال من ريال مدريد لليوفينتوس وأعتقد زي ما بقول لحضراتكم كمان أنا بقول لحضراتكم ان البريمير الليج هيكون مشتعل كالعادة ويكن أكثر اشتعالا كمان من الموسم الماضي لكن كمان باعد حضراتكم وحتشوفوا ده ان كمان السريء آه الدوري الإيطالي كمان هذا الموسم أو الموسم القادم خلاص خلال أسابيع وليلي هينطلق كمان الدوري الإيطالي هيكون دوري قوي جدا 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 على عكس يمكن السنوات اللي فاتت فيه انتقالات كثيرة جدا على مستوى لعيبة كثيرة من البريمير الليج للدوري الإيطالي بنتكلم على بوكبا من مان يونايتد راحل يوفينتوس بنتكلم على ديمارية بنتكلم كمان على ديبالا لعب يوفينتوس بينتقل الأرومة يمكن الدوريات المشتعلة قريبا في أوروبا ونستمتع من جديد بالدوريات الأوروبية